يا مساء الخير مشاهدين في ترندن سنتحدث عن أبرز مواضيع السوشيال ميديا وفي الموضوع الأول يستعد المنتخب الوطني لمواجهة تنزانيا في السابع من سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم الأفريقية في كودفوار طبعاً 2023 هذه هنا القائمة النهائية للمشاركين في المباراة كما سيشاركون في مباراة سينيغال أيضاً وما لفت الانتباه في القائمة هو عودة صانع الألعاب سفيان في غولي المحترف في نادي فتح قرى جومروك التركي في غولي غائب عن الخضر منذ مواجهة الكاميرون بدوالا في 25 من مارس 2022 نتحدث إذن عن المعسكر كشفت الفاف رسمياً عن نقل معسكر المنتخب الوطني لشهر سبتمبر إلى مدينة تبارقة التونسية بدلاً من مركز تحضير المنتخبات الوطنية هنا في سيدي موسى البعض اعتبر هذا صدمةً أو على الأقل مفاجأة مدوية بعدما ألغى الناخب الوطني الندوة الصحافية بيان الفاف جاء في نصه تحسباً لموعد توقف الاتحاد نعم تحسباً لموعد فترة توقف الاتحاد الدولي من 4 إلى 12 سبتمبر 2023 والمبارتين ضد تنزانيا والسينيغال قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم نقل معسكر الخضر إلى تبارقة بتونس وأوضح البيان الذي نقل المضوع أن نعم إلى الصورة القادمة نقل المعسكر إلى تونس جاء من أجل السماح لمواصلة صيانة أرضية المركز التقني الوطني للمنتخبات بسيدي موسى فضلاً عن ذلك فقد تم اختيار مدينة برقة نظراً لقربها من مدينة عنابة التي سيستغيف ملعبها 19 ماي مباراة الجزائر وتنزانيا في الخميس السابع من سبتمبر الجاري إذن لنشاهد معاً كيف كانت وضعية وحالة ملعب سيدي موسى عند تحذير المنتخب الوطني لمواجهة أوغاندا الأخيرة ترجمة نانسي قنقر موقع وين وين كشف أن قرار النقل جاء بطلب جمال بالماضي الذي وقف شخصياً على تدهور أرضية الملاعب في مركز تحذير المنتخبات وسنتابع مستجدات هذا الموضوع في نشراتنا الرياضية على قناة الشروق الإخبارية والآن إلى التعليقات نقرأ من عبد الرحمن الذي كتب لي أول مرة لا أوافق بالماضي في اختياره تبرقى بتونس والجزائر لديها منشآت رياضية لبأس بها في عنابة وقسنطينا هذا إن كان هو من اختار هذه المدينة طبعاً فضيل كتب المشكل الحقيقي واللي يطرح تساؤلات هو حالة مركز سيدي موسى أما الفريق الوطني يحذر أينما شاء ديهية علقت هنا تبين أن جمال بالماضي همه الوحيد مصلحة الفريق الوطني ولا يدعم أي شخص لا على مستوى الفيدرالية ولا مركز سيدي موسى وعيسى علقة كان قادر يتحدث عن بالماضي كان قادر من الأول دير التربص في عنابة بدون لف ودوران علاش حتى تونسيخي عنابة فيها ملعب تدريب جيد ونذهب الآن إلى الموضوع الثاني لا بد أنك تعرف البيت الشعري المأثور لا تشكو للناس جرحاً أنت صاحبه لا يؤلم الجرح إلا من به ألم عندما نبحث عنه في جوجل ستجده منسوب مرة لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه ومرة للإمام الشافعي وهذا نبذات تنسب لهم الكثير من الأبيات والحكم التي لم يقولها يبدو البيت في شكله من نسيج لسان المتنبي لكنه بيت شعري يتيم أي أنه يذكر لوحده لا ثان له وهذا البيت أعجب شاعراً عراقياً منذ طفولته أذهله بروعته فلم يطق تركه يتيماً وأتم عليه عشرون بيتاً يقول في مطلع قصيدته بيت من الشعر أذهلني بروعته توسد القلب مذ أن خطه القلم أضحى شعاري وحفزني لأكرمه عشرين بيتاً من مثله حكم لا تشكل الناس جرحاً أن تصاحبه لا يؤلم الجرح إلا من به ألم وأكمل الشاعر أبياته التي أسرت من سمعها وأصبح خلالها كما يقال أشهر من نار على على كريم عودة هذا شاعر غير اسمه إلى كريم العراقي بعدما وقع به على أول قصيدة ينشرها لتتوالى بعدها القصائد والتي غنى منها كاظم الساهر سبعين قصيدة وأصبح الشاعر المفضل للكثيرين وبقي يرافقنا بأبياته الجميلة والحكيمة لمدة ثمانين وستين عاماً إلى أن غادرنا إلى مثواه الأخير رحم الله هذا الشاعر الذي خلد اسمه وربطه ببلد شهد الويلات ولم يخرج من التاريخ كيف لا والشاعر نفسه قال في أشهر أبياته الشمس شمسي والعراق عرقي هذه الصورة التي نراها هي آخر صورة التقطت له فيبدو الصرور على ملامحه التي تزينها ابتسامة عهدها من يحفظون شعره وكلامه وهذا هنا الذي سنشاهده الآن فيديو لآخر إلقاء شعري له من فراش الموت ضاقت علي ضاقت علي كأنها تابوت لكن ما يأبر رجاه يموت والصبر يعرف من أنا منذ الصبا وشم له في أضلعي منحوت فنشأت تحت الضيب غير مرفه مرى عن الحرمان والطابوت وأنا الذي دفن اللئام منابعي وطوا يدي بسحره هاروت أرأيت حياً ميتاً متماسكاً متفائلاً وله الأمان قوت فاذا أنا سرقت شبابي غربة وتنكرت لي آئل وبيوت أنا لخلة الفردوس جف فراتها وأنينه وأليمها مكبوت علم أنا والريح باست هامتي من باركته الريح كيف يموت أمشي جريحاً أمشي جريحاً والعيون مضيئة كبريقها الأوماس وليا قوت يا صاحبي لو في الخلاص مذلة دعني عزيزاً في العرين أموت لا تنثر الأوهام فوق جراحنا وخيبتاه إذا الأوان يفوت ألقى بنا القرصان في بحر الردى إن نحتمي بالقرش هاج الحوت رحمه الله وجعله من أهل الجنة في التعليقات نبدأ بعقد الذي قال أو قالت سقطت نخلة أخرى وداعك شبه أشبه بوداع وطن لأننا رأينا العراق فيك وأنت تحمل بغداد في فؤادك كم مرة متى يا كريم وأنت تحمل العراق في المهجر رحمك الله نزار كتب في تعليقه مل الشعر والغناء بعدكم ستحزن أرض العراق وسيكون الفراغ طويل ولي يعوضكم أحد لا بشعر ولا الشدو بالطرب التعليق الأخير أو قبل الأخير لأحمد الذي كتب ألف رحمة ونور على الشاعر العربي فخر العروبة كريم العراقي خالص تعازي من قلب مدينة القاهرة وعادل كتب في تعليقه يا لطيف يا رب كيف هذا المرض الخبيث يفعل بالإنسان سبحان الذي يحي ويميت وهو على كل شيء قدير أدهم كتب في تعليقه أيضا أم سمعت طريقة إلقاء الشاعر كريم العراقي بعفوية مفرطة في الضوء والرقا والإحساس أما أمير حلاوي آخر تعليق كتب الله يرحمه خسرنا قامة من قامات العراق والله رحيلك خسار للعراق وللعالم المثقف ولد في أحضان الوطن وعاش مغتربا ومات غريبا ودفن بحضن الوطن بحزن ودموع وريفا وصلنا إذن مشاهدين إلى ختام عدد اليوم برنامجكم ترند على شاشة الشروق الإخبارية شكرا لكم على حسن المتابعة دمتم بخير والسلام عليكم